الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صدق الله العلي العظيم أعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد زينوها بالثانية نوروها بالثالثة إذا أراد شخص أن يسافر إلى بلد معينة جهة معينة أول ما يفعله هو أنه يرى المتطلبات التي تسمح له بالمرور وبالدخول إلى تلك البلد يعني يحتاج فيزا بعض البلاد ما تدخلك إلا بالفيزا ما تتقبل تأتي بدون فيزا وهناك بعض البلاد لخصوصيتها أدها مجموعة من القوانين الشديدة الصارمة لكي تحافظ سواء على بيئتها على ثقافتها على أي من تلك الأمور من ضمنها هذه البلاد هذه البلاد أول ما تأتي إليها يعطوك ورقة كاتبة أن أنت ذا جايب أي نبات أكل شيء إحنا هنا بلدة بالنسبة لنا عندنا كثير من الآفات التي إحنا الحمد لله ما موجودة أي منها فلا تأتي بالآفات التي خارج البلاد تأتي بها إلى داخل البلاد هذه بلدة محصنة حصنها من الآفات التي موجودة في غير بلد هذا شيء واضح والإنسان يفهم هذا الشيء وخالي لكهم أيضا هناك مثل ما نقول مأمورين أي شيء يجد عندك من طعام يأخذه ومجرد أن يأخذه منك مباشر هناك سلة مهملات يلقيها في سلة المهملات والسلام عليكم رحمة الله وبركاته إلى درجة إذا عندك تراب أحيانا الأمر لا يتعلق فقط على ما لديك من طعام الأمر يدور حولك أنت يقول أنت رايح بلد في أوبئة رايح في بلاد إفريقية التي تنتشر بها الأوبئة بعض البلدان خاصة إذا صار انتشار لوباء في بعض البلاد تشوف كل البلاد الأخرى تتحفظ على القبول بمن يأتيها من شنو من البلد اللي بها ذلك الوباء اللي قد انتشر بها الوباء تتحفظ على الشخص نفسه مو على شنو على ما لديهم الملحقات لا هو يكون عنده عليه علامة استفهام أن أنت تقدر تدخل وما تقدر ليش؟ لأن انت عندك مرض لعله أو وباء احنا من يريدك تأتي وتضر الناس اللي حولك مقصدنا أو إن شاء الله ما نريد أن يكون مقصدنا هو أين؟ الجنة والجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب واضح؟ المقصد جنة الله جنة الله عندها قانون القانون الأول للجنة كونها أرض طيبة ممنوع غير الطيب يدخل بها الآن الطيب هناك أمور كثيرة يتعلق بها احنا نريد ننظر حاليا إلى الزاوية لأن هذه الزاوية لنا فيه التأثير المباشر هم علينا هم على غيرنا هم علينا هم على أولادنا أولا أقرأ الحديث يقول الإمام سلام الله عليه بما يتعلق بالطعام احنا ليش دائما ننصر على أن نأكل الحلال ونبتعد من الحرام لأن هذا إحدى شراء الدخول الجنة يقول النبي من أكل صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن أبي جعفر أفوان قال الذنوب كلها شديدة كل الذنوب عظيمة وشديدة لأن أساس الذنب معصية الله ومعصية الله هذا شيء عظيم سواء صغر الذنب أو عظم لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت عصيت جبار السماوات والأرض قال الذنوب كلها شديدة وأشدها ما نبت عليه اللحم أشد ذنب اللي ينبت عليه شنو ينبت منه لحم والدم لأنه إما مرحوم أو معذب والجنة لا يدخلها إلا طيب شنو المشكلة الإمام يقول يقول اللي النحم ينبت ليش؟ لأنه إذا نبت لحمك على حرام هاللحم ما يصير غوين يدخل؟ ما يصير يدخل للجنة هذا اللحم لازم ينشال زين شلون ينشال؟ تروح لك كورس نار جهنم الذوبة هذا ماكو حل غيره لهذا من شروط الاستغفار من شروط الاستغفار اللي مايريد يروح كورس نار جهنم من شروط الاستغفار الإمام أمير المؤوني يقول تعمد على اللحم الذي نبت في المعصية فتذيبه بالطاعة يعني أنت نبت لحمك فردا على أكل الحرام اذ ذوب هاللحم بس مو مجرد تذويبه يعني شايفين بعض الناس يسوون رجيم من الطعام كليا فيذوب جسده لكن جسمه يصير شنو وضع عجيب الجلد يزيد وما يزيد يقولون إذا تريد جسمك يتضبط لازم هم تسوي رياضة هم شنو هم رجيم حتى الجسم ياخذ فورم ياخذ هيئة حلو يصير الإمام هنا يقول مو هكذا ما يهتم بفورمة الجسم يتكلم عن شنو عن نقاء الروح يقول اللحم اللي نبت على المعصية لازم يذاب بشنو بالطاعة لله عز وجل يعني مو والله بس رجيم لا الذوبة بطاعة الله يعني طاعة الله إلا نقول الصيام الصيام هو الذي يذيب لحمك ممورة ومجرد رجيم متاخذ راحتك لا صوم لله توبة حتى تذيب شنو ذلك اللحم الذي نبت على الحرام لأن الجنة كما قلنا لا يدخلها إلا طيب زين أهل البيت سلام الله عليهم عدهم طريقة كل خير فيه ثواب كل شر فيه شنو عقاب هاي ديدا الله عز وجل مرة من المرات جابر بن عبد الله الأنصاري قاعد عند رسول الله رسول الله قال له إلا ييجي ياخد بيت زوجته عليه كذا وكذا من الثواب يقبلها كذا وكذا من الثواب يقترب يقاربها كذا كذا من الثواب يغتسل بعد ما قاربها كذا كذا من الثواب جابر بن عبد الله الأنصاري تعجب قال يا رسول الله وداعتك وداعت أمك وأبوك يا رسول الله والله إحنا ما نسويها لثا يعني ما حد خال في باله شنو أن أقارب أقبل زوجتي قربة قبلة واحدة قربة إلى الله تعالى أكو واحدة شي يقول ما حد يقولها شي ولا لمن يأخذ يدها يقول أمسك يدي زوجتي بكفي بأصابع الخمسة قربة إلى الله تعالى وشي يشتهيه وينطلق فقال النبي صلى الله عليه وآله قال لو كنت فاعل ذلك بالحرام لو بالحرام أخذت ايد امرأة تعاقب لو ما تعاقب قال أعاقب قال فكذلك في الحلال تثاب ليش لأن أنت إطارك إطارك أن هذه زوجتي حلال علي فقاعد تقترب منها لأنها شنو لأنها حلال عليك ففي الواقع أنت النية القربة إلى الله ولو أنت مات مستشعر فيها لكنها موجودة لأنه لو كانت حرام عليك كنت تقرب لو ما كنت تقرب ما كنت أنت كمؤمن تنطلق وتأخذ بيدها فمعناته في الواقع أنت ملاحظ الله عز وجل لكن هذا الأمر صار شنو صار مثل ما نقول second nature يعني خلص هذا أنا لأن حلال فأسوي وإلا هذا حرام شنو ما أتقرب له هذه المرة لأنها زوجتي تقربت إلي كذلك في ترك الحرام من الطعام وقلنا أنه هو من الأمور المهمة هناك عقاب وهناك ثواب العقاب يقول النبي صلى الله عليه وآله من أكل لقمة حرام لقمة واحد لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أربعين ليلة خذ قد ما يصلي الله ما يقبلها ولم تستجب له دعوة أربعين صباحا وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولى به كل لحم ينبت بالحرام من اللي يأخذه مو الجنة قلنا الجنة طيبة النار أولى به النار هي مال الخبائث هنا الخوف قال وإن اللقمة الواحدة تنبت اللحم شوف بعض الناس يقول لقمة واحدة منه قالها اللقمة تنبت لحم اللقمة واحدة رسول الله يقول اللقمة الواحدة شو تسوي تنبت اللحم اللقمة وحدها ما يصير تأكل هذه أيضا فيها عقاب عظيم ما يصير أنت تقول يلا شوية بعض الناس دائما هكذا تشوفها بأمور اللي يرتبط بالله يعمل مثل ما نقول يتنازل طبعا يتنازل تبرعا منه على الله يعني هو يتبرع على الله يا الله أنت أكيد ترحم أتنازل لكن حقه الكاشير يطلع فرضا هذا دولار وتسعين سنت الكاشير لازم يرجلها عشرة سنت تشوفها واقف على الكاشير ناطر العشرة وخلص اعتبرها شنو صدق قربة لله للبايع للبايع لا ينتظر يبي ياخذ العشرة سنت حبيبي بعض الناس مو أنه ينتظر للبايع يرجلها عشرة سنت هاي اللي بطالة شوفوها هاي اللي بطالة شنو بلاستيكية كل بطل يمكن خمسة سنت عشرة سنت يوقفون صف الناس يبي يسترجع على الخمسة سنت ما له هي هو خمسة سنت ليش واقف صد ليش الحال يقول لا حقي أريد أخذه لكن حق الله دائما متبرع يقول لا الله كريم ويتنازل عن حق الله الله كريم كريم أكرم الأكرمين لكن الله بشأنه شنو جبار نبع عبادي إنني شنو غفور رحيم وإن شنو وإن عذابي هو العذاب الأليم لعلها أن قلها بالمعنى لكن الله عز وجل رحيم وشنو وشديد الهيمنة لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين الله ما يحب المعاند اللي الله يجيء له بالآية بعد الآية وبالحكم بعد الحكم وهذا كله شنو قاعد شنو يحاول يتهرب يقول لا يجوز وما يخالف وإن الله يرحم لا الله ما يرحم الله العاصي المصر على الذنب ما يرحمه نعم الإنسان اللي أخذته الغفلة زين خانته نفسه وصار هذا الشيء الذي خذل ما يخالف هناك مجال للتوبة لكن المصر إصرار وعناد لا هذا ما يحصل مجال للتوبة بالعكس الله هنا شديد العقاب هذا الأمر أيضا مهم بالنسبة لنا ليش للأولاد للذرية شوف أساس الإنسان يأتي من هذا الماء هذا الماء يتكون من شنو من الطعام اللي الإنسان يأكل هنا هذا شيء جدا مهم أن الإنسان الطعام اللي يأكل يكون شنو حلال طيب حتى النطفة لمن تتكون تتكون من الطيب يعني مو الإنسان يفكر أن أنا أطعم ولدي طيب طبعا رح نتكلم عن الإطعام الولد أنت قبل ما ابنك ينولد قعد تطعم نطفته قبل ما ينولد ونطفته تنعقد في رحم أمه أنت قعد تطعمه فلازم قبل ذاك أنت قعد شنو تحاول تشوف شنو تدخل في جوفك حتى ابنك نطفته تتكون على الطيب ليش احنا عدنا في الأحاديث نطفة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تكونت من وين من تفاحة الجنة حتى يبين جدها النطفة كانت مقدسة مو فقط نطفة فاطمة الزهراء لعلوها البعض ما يدري نطفة أمير المؤمنين سلام الله عليك كذلك تكونت من طعام الجنة أبو طالب سلام الله عليه عليه أفضل الصلاة والسلام زار راهب من الرهبان واحد في الجبال سلم عليه قال لأنا صاير السنين أول ما شافه قال من أين أنا محد يزورني كهف وما في أحد قال من أين قال من تهامة قام قبل راسة قال من أي تهامة قال من بني من قريش مرة ثانية قبل راسة قال من أي قريش قال من بني هاشم قبل راسة وقعد زين هذا تعجب أبو طالب قال أنا صاير لي سنين أدعو الله ولا مرة طلبت من الله حاجة إحنا دائما شوف قبل العبات كانوا يعبدون الله ذول اللي كانوا أوصياء الأنبياء والتابعين كانوا يعبدون الله لله يعني مو لحاجة للعبادة إحنا بالعكس لما نعدنا حاجة نعبد الله ونصر يا رب حاجتي يا رب حاجتي أريد هالحاجة وأريد بالليل بالنهار كل حاجتي حاجتي بس ما الله يعطينا الحاجة شنو هذا فراق بيني وبينك نجيك بالحاجة الثانية إن شاء الله نروح أي وقت صارت لنا حاجة الثانية نادينا هكذا قبل لا يقول أنا صاير سنين أدعو الله أريد مننا حاجة ما أريد مننا حاجة ثم شوف الآن اللي إجت بالحاجة شوف شنو إجت بالحاجة هالإنسان اللي هلقيت قلبه أبيض لما إجت بالحاجة شنو إجت بالحاجة دنيا شنو شنو يقول دعاية الله قلت يا الله أنا أريد أشوف وجه ولي من أولياك أنا أريد أشوف وجه واحد من أولياك صاير سنين قاعد أعبد شوقك شوقك في قلبي أخو الله عز وجل لا ينظر إليه ما كو فد واحد يشوف الله يقول فهذا فد حجة من حججك فد واحد اللي أنت به تتجلى للناس أنا أريد أشوف صورة واحد ولي من أولياك جيب لي واحد يقول قاعد يكلم أبو طالب يقول لها قصته يقول لها من أنت جيت أعرف أنا سامع بقصة النبي شنو الأمي اللي يجي من تهامه عرفت أن أنت من تكون يقول قبل قاعد يما أبو طالب قاعد قال لها أنت أشوفك شاك يعني ما مصدق كلامي أن لا كلامي فردا فيك إلا أنت عندك هالمقام العظيم ولا كلامي في ماذا فيما يخص البشارة اللي قلت لك أنه نبي رح يجي منكم وهكذا شنو تريد دليل أنت اقترح علي أنا الله أدري يشتجيب دعاي اقترح شنو تريد دليل قال دليل طعام الجنة خلينا أكل من الجنة هذا الرجل دع الله وإذا بطعام من الجنة أمامهم فأكل أبو طالب منه أكل منه الرجل قال لأبو طالب قال الله رح يجيب لك مولود هالمولود يكون شنو يكون وصي ذلك النبي نبي الموعود فنطفة الأمام أمير المونين أيضا تكونت من شنو من الجنة لأن شنو لأن علي شنو كفء فاطمة حسنتم علي كفء فاطمة لو لا علي لما كان لفاطمة كفء آدم فما دونه فاطمة من الجنة نطفتها معناته علي لازم شنو لازم يتكافأ حتى يصير كفء فإذن علي أيضا نطفتها سلام الله على أمير المؤمنين من الجنة فصار كفء زين إحنا هم نفسك لازم نكون كفء لدخول الجنة لازم نكون طيبين نطفتنا لازم تكون طيبة طاهرة حتى ندخل إلى الجنة ما تشوفون المام صادق سلام الله عليه ماذا يقول أنتم الطيبون نسائكم الطيبات كل مؤمن صديق كل مؤمنة تنح وراء إني لأحبه ريحكم وروحكم هذا كلام المام صادق لشيعته يقول أحب ريحتكم وروحكم لكن غير إحنا لازم نحافظ على هاي الطيب على هاي الطهارة النقاء اللي عندنا كل شي يتوصخ كل شيء في الدنيا يتقذر أنت تجيب أي شيء تريده القيه في القدارة ما يطيب شوي يحطه بوصاخ يتقذر إحنا لازم نبعد هالقدارة لازم دائما في حالة شنو ثلترة في حالة ملاحظة أكو بعض الناس الآن هو ما يلاحظ حتى ما يلاحظ على أولاده يعتقد أن أولاده يقول هذا ولد صغير ما محاسب ونحن لدينا في الحديث من سقى مولودا وفي حديث آخر من سقى صبيا لا يعقل مسكرا قليلا أو كثيرا سقاه الله بذلك المقدار من حميم جهنم مغفورا له أو معذبة إحنا الخوف يقول حتى لو الله يغفر له يدخل الجنة بس مقدار اللي سقى حتى صبي مشرط هو شرب سقى صبيا لا يعقل يعني غصبا على الصبي شربه أو مولودا في الرواية الأخرى في نسخة أخرى سقاه الله من حميم جهنم بنفس المقدار مغفورا له كان أو معذبة فش قد شربت صبي أنت خمر أو مسكر مو خمر لأنه احنا عندنا في الحديث أن الله أنزل حرم الخمر وحرم رسول الله كله مسكر اللي يذوق صبي شوية مسكر هذا للأخير لازم بعد خلاص حقيقة يستعد لحميم جهنم لأنه ما كتار للفرار الله عز وجل عنده قوانين حدود ما لازم إنسان يتعداه أنت سقيت مسكر ذنبه صار على رقوبتك هذا المسكر دخل ببطنه يجيب لك حميم جهنم يغسل داخلك بالحميم تري الحميم شي يسوي الحميم يصهر ما في بطونهم شنو والجلود يعني يدخل فيك مدفكر يدخل فيك يمشي يصهرك صهر يذوب أحيائك نستجير بالله من عذاب الله أكل الحرام شي إحنا ما ملاحظين خاصة في هذا البلد هذا مو بلاد المسلم ترى اللي ناخذ راحتنا هناك الناس يقولون بلاد المسلمين مو بلاد المسلمين بلاد المسلمين شوية خلي نقول إيد الإنسان شنو مفتوحة يعني عنده عذور شرعي هنا ما عندك عذور هنا لازم تكون واي دقيق في أن ماذا يدخل في جوفك طيب لو مو طيب تريد تروح الجنة والجنة الإكستريم جل جلال الله يروح للداخل يشوف هاللحم وين من الطيب المطيب إلى درجة الله يهتم أرهل البيت سلام الله يهتمون حتى في الرضاع نحن في الرضاع نحن ليش وايد أهل البيت يركزون على الرضاع أصلا يحرمون الرضاع من غير المسيحية واليهودية والمسلمة أول شي مسلمة صح لازم مسلمة الأفضل ما لقيت مسلمة يهودية نصرانية يقول ما يخالف ما يخالف يعني لا بأس أهواني شرين موحدين عمرك لا تقرب من الناصبية الرواية تقول لا تروح أيضا شنو أيضا المجوسية الإمام يقول هم لا تروح لكن إذا بعد ما لك أي شارة وماك مرضى على الولد يمجوع ما يخالف رضع من مجوسية لأن على الأقل فيهم نزل كتاب عليهم بس هذا يبين دقة الأئمة أنه لازم المرضى عا تكون شنو مؤمنة موحدة بالله عز وجل على الأقل موحدة لله عز وجل لأنها يقعد شنو ينبت من من لبنها لحم ولدك هاللحم لازم يكون طاهر لازم يكون مطهر حتى عدنا بالحديث بالنسبة للرضاعة عجيب يقول الحمقاء المرأة اللي أدهى في عقلها تخلف يقول لا تسترضعوها ليش تأثر على الولد ولدكم بدلا ما يصير ذكي ويستوعب يصوي شنو أحمق بليد لا تسترضع يأثر الإنسان لازم يحتم بعض الناس شوفوا إحنا نستدل بهالروايات ما للرضاعة وبالروايات الأخرى ما للطيب بأن حليمة السعدية مرضعة الرسول كانت شنو كانت موحدة وطيبة بالقطع واليقين كانت طيبة ليش لأنه نبت لحمه رسول الله من شنو من حليبها رسول الله طيب ولا مطيب طبعا طيب رسول الله رسول الله هو المطيب مو بس الطيب اللهم صلي على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى نحن نزور حفيدا نقول أشهد أنك طهر طاهر مطهر طهر يعني أنت الطهر طهرت وطهرت بكل بلاد من طهر طاهر مطهر شوف احنا نجي ونجي نقول بابا مستحيل حول رسول الله وإحنا الكلام هذه الليالي عن منه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وعليه نقول مستحيل رسول الله ما أحاطت به خبيث الله طهره عن كل جنس لم تدنسك الجاهلية بأنجاس أي جنس حتى في حليب من أرضع الله أنزل جبرايل على رسول الله يريد يقول قول يريد يقول قول حتى يأخذ عليه خلاص يعني ينحز قال جبرايل هذا الكلام بعد ما حد يقدر يغيره وعد من الله من الأمور أن الله عز وجل حرم النار على شنو على مجموعة من الناس وعلى ثدي أرضعتك وهي حليمة السعدية سلام الله عليه قصة حليمة السعدية عجيبة قصة ارضاها لرسول الله عجيبة كلها غيبيات كلها رعاية من الله عز وجل حتى على مرضعة رسول الله بعض الناس يريدون قد ما يقدرون ينتقصون من النبي إذا إذا مو من شخصه وقد انتقصوا من شخصه ينتقصون شنو من أمة إذا مو من أمة من أبو إذا مو من أبو من مرضعته إذا مو من مرضعته من عمه يريدون دائما يلقون نقص في رسول الله عز وجل ليش لأنه من اللي صار بيده المكينة الإعلامية بعد النبي صلى الله عليه وآله كان مملوح عيوب فما يصير هذا المملوح عيوب يكون شنو خليفة للشنو للطاهر للطيب لأن الطيب لا يصلي عقص طيب ما يخلف إلا طيب أنت تقوم مقامه هو طيب مفروض طيب يقوم مقامه لجه احنا عندنا الإمام لا يصلي عليه شنو المعصوم لا يصلي عليه إلا شنو إلا معصوم طيب لازم يصلي عليه طيب كفة لازم يكون المهم آمنة سلام الله عليها صلى الله عليها والدة النبي الأعظم ذلك الرحمة المطهرة الذي حمله بنبينات قل أنا نايمة يوم من الأيام وإذا بهاتف يهتف لي العرب كان عندهم عادة طبعا أنه سابع يوم يدورون لابنهم مرضعة من وين من البادية ليش من البادية شوفش قد اللبن يأثر ليش من البادية ليش بره ليش من قريش مكة كانت ملتقى الناس فالناس من كل بلاد العرب كان يجون وأحيانا لهم ناس لغتهم مو عربية متأثرين باللغات الثانية اللهجات الثانية المهاجرين الثانية كانوا يجون مكة لسان أهل مكة مثل ما إحنا الآن في هالبلد أنا على المنبر أتكلم وأستخدم لغة شنو إنجليزية أحيانا ما أتكلم لغة عربية دائما أتكلم منها عبارة باللغة الإنجليزية عبارة بالهاي كانت لأنها مكة ولأن مجموعة حتى للآن مكة هكذا لأن الناس يجون لغتهم العربية الفصحة كانت شنو شوية متغيرة دخلت بيها شنو لهجات أخرى فذولا كانوا يدورون العرب البادية وهنا ذاك الوقت كانت اللغة أهم شي كانوا المنافسات كلها شنو على الشعراء وحتى القرآن لمن إجأ إجأ بالبلاغة حتى يبين للناس يعني إحدى معجزات القرآن للعرب كان البلاغة هنا كانوا يعطوهم لأهل البادية لأن لغتهم صافية ما متأثرة ما تشوبها شائبة سابع يوم يبتغونه شنو المرضعة حتى ترضع وهذا الولد هناك يكبر ويأخذ هم من المرضعة هم من هذا اللغة يعني لسانه ينطلق جو يوم السابع آمنة سلام الله عليها ترى في المنام إن هاتف يهتف لها إن يا آمنة إذا أنتو إجت إجو الناس والمرضعات يبحثون عن الولد أنت لا تعطين ولدك إلا لأمرأة من بني سعد يقالوا لها حميدة حليمة بنت أبي ذؤيب لا تعطيها إلا لتلك المرأة هذا من طرف آمنة آمنة قامت وطلعت راحت على قولتنا بالمكان اللي يجتمعون به المرضعات اللي جايين من ساعر البلاد الآن نفس الوقت حليمة تروي قصتها تقول أنا قاعدة بين اليقضى وبين المنام ما أدري نايمة قاعدة أشوف واحد إجي أخذني ورماني كأنه بماء من نهر بماء من سائل تقول أصفى من اللبن أو أبيض من اللبن وأحلى من العسل قطني فيه ثم حملني شالني قال لي أبشري يا حليمة بغلام يأتيك من شنو من مكة ترضعينه فيزداد خيرك وبشرها بشارات عجيبة من الله عز وجل تقول أنا مجرد ما التفتت شفت صايرة أجمل يعني شكلي صايرة أجمل تحجبت ما تدري حلم يقضى تقول طلعت بين الناس كل واحدة تشوفني نسوانه شلون صايرة حلوة شنو مخليها شنو أي كريم نستخدمها قاموا يسألوها صدوق قاموا يسألوها شلون صايرة حلوة تقول أنا خفت أقول يعني إذا أقول يقولون مجنونة لو كذابة ما تريدين تطين الخلطة السحرية ماتت تقول أنا سكتت سكتت زعلوا مني أكثر قاموا يحسدوني أنا أشوفوا هاي لاقيت لها فتخلطة سحرية وكريم سحرية ما تريد تطين وصار أحلى يا معود والله ما عدري شصار لي وكانت حليمة أعفو نسائي بلدتها عفيفة كانت طيبة طهرة سبحان الله والله يريد لي طيبة الطيبة فتقول أنا سكتت ما أدري شا أقوله القصة هم صارت وأنا شلون أقنع الناس اللي تعالوا نروح مكة تقول وإذا بهاتف يهتف في السماء يا بني سعد جاءكم الخير جاءتكم البركة مولود ولد بمكة وراح يجي مننا الخير ويقول احنا كنا في قحط أصلا كل البلاد اللي حول مكة كانت قد أصابها القحط وما تركت مكة إلا لبركة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صلى الله عليه وآله محمد وآله محمد وآله جل فرج لأن الرسول الله كان موجود القحط ما كان قد أصاب مكة فصار هذه البلبلة سمعوا كل نساء بني سعد هالكلام في السماء إنه أكو مولود في مكة تقول خرجت عشيرة بني سعد عن بكرة يا بيها شنو تروح مكة قالوا يلا نروح نشوف منو يا أخي ياخذ هالمولود صارت هجرة جماعية للجماعة اللي عندها مرضعة طبعا خلينا نروح نشوف بل كتناخذ هالولد تقول ورحنا آمن سلام الله عليها كل ما أجدت لها وحدة مكان تجمع المرضاعات تسألها تجي تقول عندي شولد آمنة سلام الله عليها تقول إي عندي زين فتقولها شسمك آمنة تقولها شسمك تقول فلانة بت فلان هي سامعة اسمها حليمة بت أبي بؤيب تقول بس تسمع فلانة بت أبي فلانة بت فلان مو اسم حليمة شتقول لها آمنة تقول ترى ولدي صبي يتيم لا أبا له ولا مال يعني مو تتوقعين شي فذيكة تشوف لها ما ريده الولد وتروح وتكفى آمنة ما قلنا أنت الحرج تقول صبي 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 يتيم هو ما عنده أبو صحيح هو ما عنده مال بس الشيخ العشيرة من هو أبو عبد المطلب سلام الله عليها حليمة السعدية سلام الله عليها إجت تقول دخلت مكة تقول من شدة القحط من شدة القحط اللي أصابنا كنا نشارك الماشية في أعلافها يعني ناكل الأكل الماشية إلى هالدرجة كان القحط قد أصابنا تقول جيت وشفت عبد المطلب عنده سرير على الصفا سيد قريش شابة الحمد ناصب له سرير على الصفا ومنتظر تقول رحت له قلت له يا سيد أنعمت صباحا أنا جيت ومرضع قال أنا عندي ولد أريد أرضع وقصته كيت وكيت وأنا أكافتش يعني أنا أقوم لا أبا له لكن أنا أقوم ومقام أبي أنا أبو شو تريدين ننطيش أتقول أنا جاية من مكان بعيد وهاي خلي أسأل زوجي أستأمر أشوف اجتل زوجي ذاك الوقت هم كثير من الناس كانوا قد راحلوا بعد يعني المرضعات كل واحد أخذ الطفل وراحت وآمنة تسأل منا ومناك وما تلقي حليمة آمنة طبعا ما كانت قال العبد المطلب سلام الله عليه قصتها وي الحلم والنداء والإسم لا أخفته يعني أضمرته في نفسها المهم جاءت حليمة سألت زوجها زوجها قلت قلت لها هتريدين جيفين يتيم والناس عادة عادة شايفين دائما يحاولون يشوفون بيوت التجار لأن التاجر مو بس يعطيك قدر رضعه مرات يصلك بالهدايا يعني يجيب لك هدايا يزور ولده فرضا يجيب لولده ملابس يجيب لأولادك الثانين هم ملابس زين عدها الحالة يعني فكانوا يرجون صلة التجار وعادة الأب هو اللي يسويها الحركة لأنه عد ابن عزيز الجد الجد وين والابن يعني والابن وين واي فرق يعني بين الحفيد والابن الجد عده ألف حفيد خو ما عنده ابن ابنين ثلاثة زين يعني عده أحفاد وايد فليش يميز هذا عن غيره بالمهم يقول حليمة قالت لها قال بيتشت قالت إسا الكل يرجعون بولد وأنا أرجع خايبة ما يصير يعني فزوجهم هم كان إنسان طيب قال عسى الله أن بهالولد ينزل علينا البركة أنا ما أدري لكن يلا روحي أخذي راحت هسا لا أطول عليكم راحت وقبلت قبلت دخلت على آمنة دخل عبد المطلب بسلام الله عليه آمنة يستأذنها قال لقيت لك واحدة شنو اسمها قالت حليمة السعدية قالت هاي اللي أريدها جيبها دخلت حليمة إلى بيت رسول الله دخلت البيت منور منور لكن الخارج الظاهر كان صاير بعد خلص الليل الخارج ظلام البيت منور قاعد يدور المصباح وين هذا المصباح اللي يضيء فقالت لآمنة أتشعلين المصباح أكون مصباح عالقة أنت قاعد يشوف نور قالت لا والله منذ ولده ولدي محمد ما أشعلته مصباح اللهم صلي على الله أنا من ولادته بعد ما أحتاج ابنورة البيت منور حليمة سلام الله عليها تقول دخلت من نورة من جمالة ما ردت أوقضها يعني أقوم أقول يلا تعالي نروح تقول قاعدت بس أشوف عاين جمالة يعني أخذتني ودخل في قلبي حبه نرجع للفترة تقول هذا ما لي هذا كأنه أنا مطلوبة أرضها تقول بعد فترة باللطافة شلت شلت فنظر في وجهي وتبسم أخذني وتبسم عرف هو هم يدري هاي المكتوبة إلي تقول حظنت وأجيت عبد المطلب قال أكافش أنطيش الآن تعاقضين مهما يكون تحتاجين فلوس تعاكلين تشربين يزيد لبن فقالت والله لا أريد الدنيا وما فيها بعد أخذي لهذا الغلام هذا يكفيني هذا الغلام لا أريد لا دنيا ولا شي فقال عبد المطلب لا أهل كرم هذا العزيز علينا ويدري عبد المطلب شأن النبي فكافأها فوق ما يكافئوا الناس مرضعتهم انطاه انطاه مننا حليمة سعدت بالنبي مننا آمنة قلبها اللزم ليش قاعدت فراق رسول الله فقالت احفظي لي ولدي وثمرة فؤادي فربط الله على قلبها كما ربط على قلب أم موسى هنا تدخل إلهي صار ليش لأنه من يقدر يفارق رسول الله بعد ما شاف جماله الله نزل ربط على قلبها وخرجت حليمة وهي تخرج قالت لو زوجها لقد سعدنا هذا تبيان إيمان لاحظ في الدنيا والآخرة ببركة هذا الغلام صلوا على محمد وآل محمد اللهم صلوا على محمد وآل محمد وناس يسعدون برسول الله يستبشرون برسول الله وهناك أناس لأنهم أولاد رسول الله يظلمون لأنهم بني رسول الله يقتلون لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوعا عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا قال الإمام سلام الله عليه عندما دخل عليه أحد غلمان قال أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمد منهم وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمد منهم وأصبح آل رسول الله آل رسول الله مشردون مقهور خرجوا كسبايا الترك والديلم لهذا كل ما كان يدخل عليه أحد زائر يرى الإمام زين العابدين وهو يبكي بكاء شديدا قال له أحدهم أبو حمزة قال يا سيدي أما أنا لبكائك أن ينقضي قال ويحك يعقوب كان له إثني عشر ولدا فقد واحدا وهو يعلم أنه حي لكن بكى حتى بيضت عيناه وأنا رأت عيناي سبعة عشر من أخوتي وبني عمومتي ما لهم في الأرض شبيهون مجزرون كالأضاحي قلبي قلبي أبو حمزة تراه تفطر ذايا مثل المصيب اللي دهات نم أحد صايا ذي لقمار اللي بمنا يزل ني يزهرون والليل كل من العبا دي ما يفترون سبعة وعشرة فارقت فارقت هم جنهم غصون ما خلتنا كربل شاب ولا شاب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك بالحسين الوجيه وجده وابه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه حج للهم فرج وليك يا الله 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 اجعل فرجنا مع فرجه اجعلنا من أنصاره ومن المستشهدين بين يديه اللهم به تقبل أعمالنا يسر أمورنا استجب دعواتنا اقضي حوائجنا أدي ديوننا وسع في أرزاقنا اشف مرضى ناسية منظورين منهم ارحم موتانا وإلى موتاكم والوالد ومن مات على الإيمان نهدي لهم جميعا ثوابا فاتحة تسبقها الصلوات